حتى التشارتات بتجيب ملايين ناس بتشتغل وناس بتسوى وناس عارفة ازاي تجيب فلوس وتستغل الكرة كصناعة وكاقتصاد بشكل نجح وبالمناسبة يعني الشيء بالشيء يسكر على حقيقة أنا يمكن أشدت بفكرة بطولة كاس الرابطة وقلت انها مكاسب يعني كبيرة جدا للأندية وللعبين وللشباب اللي بيدور على فرصة أتمنى كمان من المسؤولين في مجلس إدارة الرابطة أنه نفكر في تسويق المسابقة شوية يعني حتى اسم المسابقة ممكن في حد ذاته يبقى براند وكل نسخة منها تبقى باسم شركة أو باسم سبونسر أو راعي يعني أعتقد ده هيزود بشكل كبير جدا من داخل الرابطة وبالتالي نقدر نكبر المسابقة ندي جواز أكبر نصرف أكتر يعني يعني برضو حاجة سهلة جدا ومعتقدش هيبقى فيها معاناة أنت بتسوق بطولة كبيرة في أهم 18 نادي كل سنة للأنداء بتاعت الدولي الممتاز وبالتالي هيبقى سهل قوي أنك انت تسوق مسابقة بالحجم ده نتكلم بقى على باس تليفزيوني على ترويج على منصات التواصل وعلى مواقع الإعلام الرياضي وعلى شاشات التليفزيون لإسم المسابقة كبراند يعني وبالتالي أعتقد ده يمكن يكون لي مردود مادي كويس جدا نتكلم مع حضراتكم بقى على بطولة أفريقيا أنا يعني هتكلم طبعا على ماتش مصر مع السودان ده ماتش ما قبلش الإسم على الاتنين ونتمنى أنه اللي شفناه مع نيجيريا واللي شفناه كمان مع غينيا بيساون ما يحصلش في السودان يعني الكرفة أعلى الأخطاء واضحة وبالتالي يعني نعمل جيم يمكننا من ضمان التأهل للدور جاي وخصوصا أنه قراءتنا للمجموعة الرابعة بتقول أنه مشوار المنتخب المصري طريق المنتخب المصري ممكن يبقى نتمنى كذلك مفروش بالورود هنقرأ مع حضراتكم غينيا بيساون روح كمان بعدها للسودان مع محل الأداء ضفنا العزيز طبعا شريف ياسم اللي بيشرفنا دايما فيه السادسة مساء خير يا شريف مساء نورزاك أفزاح أخبارك إيه بحقنا كتير ما تقابلناش وحشنا فترة يمكن لها فيها المنتخب مطشين احنا كنا أخر حاجات تقابلنا فيها كاس العرب وجات بطولة أفريقيا ورجع كارلوس كيروش للقايمة الأساسية واستدعى اللاعبين المحترفين وبعدين فجأنا طبعا بمطش نيجيريا اللي كان صادم لكل الجماهير ومن بعده غينيا بيساون خلينا أخذ منك تقييم الأول منتخب مصر في بطولة أفريقيا الكاميران 2022 كامعة العشرة لغاية دلوقتي بعيدا عن كامعة هنقول كامعة العشرة بس هو اللي قدمه المنتخب قدام نيجيريا هو اللي قدمه في البطولة العربية فخلاص يعني احنا ما شفناش أي جديد كامعة العشرة انا الحقيقة يعني مش عقدر ادي رقم لانه انا ما شفتش اي حاجة حتى ماتش غينيا اللي احنا كنا متوقعين ان فرق الجودة ممكن يسمح للمنتخب يقدم حاجة جامدة جدا انا اتفرجت الحقيقة على 45 ديئة بشوت الأول استحواز سلبي جدا بدون اي اقا كان فيه فرص لكن فرص دي مكادش من جومة واضحة انتهى لشوت الأول توقعنا ان احنا لشوت الثاني المنتخب يكون اقوى اداء وبقت موجودة فبصراحة يعني الاداء ما اتطورش خالص عن البطولة العربية حتى كان فيه ناس بتقول او كان فيه بعض الاراء يعني او بعض المتخصصين كانوا بيقولوا ان اه ممكن يكون الراجل ما عندهش خطة هكومية واضحة ممكن يكون ما عندهش باترن حقيقي في الجزء الهجومي لكن لما هيجي المحترفين والجودة هتختلف وكذا فهنلاقي بس كنا بنرد انه ما هي نسبة وتناسب انا بلعب هنا مين وهنا هلعب مين وهنا بلعب على ملعب عامل ازاي وهنا الملعب عامل ازاي فهنسبة وتناسب هتلاقي اللي هنا هيقدم اللي بيقدمه هنا انا انا اقولك يعني الشيء بالشيء يوسكار فيه ناس كتير جدا بتقول لك يعني بعد المشوار اللي عمله كارلوس كيروش مع منتخب مصر بغاية النهاردة فيه ناس كتير بتقول لك احنا ظلمنا كابتن حسان البدري او ده ده اللي انا قلناه بقى هنا او ده بالضبط اللي احنا قلناه هنا انه لو انت هتمشي كابتن حسان البدري عشان اداء مش نتائج فانت هتمشي مدربين كتير قوي بعده عشان اداء مش نتائج فكل حد هيجي ما يقديش كويس هيمشي لو هي دي لو ده المعيار الاداء لكن كابتن حسان ما كان بيقدم نتائج كويس لكن اداء ما كانش بيقدم اداء كويس كيروش لا اداء ولا نتائج لحد دلوقتي يعني اقول الراجل النتائج 5-0 على السودان 1-0 بالعافية على لبنان الجزائر 0-0 تونس خسر 1-0 قطر 0-0 وخسر بدربات الجزائر الاردن اتنين واحد بيطلوع الروح تقريبا او ثلاثة واحد بيطلوع الروح بقى دي النتائج فالنتائج مفيش ايجابيات طب الاداء قلنا الاداء وهنستنى ونشوف الراجل وبياخد وقته محترفين جال محترفين لا شفنا اداء هجومي ولا دفاعي حتى الجزء الدفاعي اللي كنا بنقول ان الراجل عامله كويس ما بقيش موجود كويس كل حاجة ما بقيش موجود ما تيجي نحط ايدينا كده ليه مفيش اداء ليه مفيش حد قادر يطلع اداء يعني خلينا برضو متفقين انه لما تم الاعلان عن اختيار كارلوس كيروش كل الناس قالت لك احنا سقف طموحاتنا احنا جايبين مدرب احنا حد عظيم حد سيفي حد واصل وعنده خبرات ومنشستر يونايتد وريال مديريو الكلام اللي اتقلت ده كله لكن النتيجة او المرضوط في النهاية انت تحس كأنه المنتخب ده ممكن يلعب لو رايح لوحده يعني لو رايح من غير مدير فني بطولة افريقيا ممكن يلعب كرة احسن من اللي بتتلاعب دي ده احساس عند الناس التباين ده حاصل ليه حاصل عشان هو الرجل من الاول احنا من الاول كالتحاد كرة الاختيار بتاعنا مكانش مزبوط كارلوس كيروش اه مدرب كبير عنده سيفي كبير عنده تاريخ لكن هل الراجل ده مدرست وتناسبك ده كان لا وده اللي احنا قلنا من الاول خالص من اول يوم اتكلمنا فيه عن الراجل هنا الراجل ده مش مدرستنا ومش شبهنا ومش هيقدم حانا كويسة بس قلنا خلينا نشوف الدنيا هتبقى واصلة لفين مع الراجل جايز يكون الراجل هيقدر يطور من نفسه او يطور من شغله او حتى يعدل من شغله لا ده حصل ولا ده حصل ولا ده حصل رحنا بعد كده لفكرة انه هو الراجل مصرر على 4-3-3 واتكلمنا واتناقشت قلنا هل المنتخب قادر يعمل ده ولا مش قادر احنا موتش ناجيريا يعني تقريبا احنا طول التسعين دي احنا مزنوقين في التلتين بتوعنا لا لا يعني ناجيريا بتهاجم واحنا بنستحوز ومجرد ما بنستحوز مش بنقدر نخرج عشان انت مش بتقدر تخرج من التلت بتاعك لان انت ما عندكش لعيبة بتقدر تخلق لك زوية تمرير مفيش لعيب يعني زمان مش زمان قوي يعني من 15-20 سنة كنا من لقى بتريكا ينزل ياخد من المدافع ينزل يستلم المدافع ويحرك لدين الواضع اختلف بعد كده والكرة تطورت شوية وبقى المدافعين بيلعبوا كرة زمان ان كان المدافعين الكرة بتاعتم قليلة شوية فكان لازم البلاي ميكر ينزل ياخد منهم من تحت ما بقاش ده بيحصل بقى البلاي ميكر بيشتغل من فوق والمدافعين كرتهم بقت احسن فبقت بتوصل الكرة لفوق في حاجة اسمها مراكز صنوعة اللعب دي موجودة اللي هي بتتسمى ريت زون عند المنافس ومراكز صنوعة اللعب عندك انت انت شلت منها محمد مجدي افشا وعبدالله السعيب اللي اختلاف كان على فكرة هو انا هاخد عبدالله ولا هاخد افشا اكتشفنا ان لا ده هيلعب ولا ده هيلعب طيب مين اللي هيصنع اللعب فبقنا بنشوف ان المنتخب بيلعب بحاجة فاربعة ثلاثة ثلاثة اسمها دبل بيفوت اللي هي الاتنين اللعبه مركز ست فاحنا بدأنا ندور طب مين اللي هيطلع بالكورة ملناش حد بيطلع بالكورة اكتشفنا بعد كده ان كمان الاختيارات بقى فيه حاجات غريبة جدا تلاقي ان اللاعب اللي بيلعب على الجناح بيلعب مهاجم والمهاجم بيلعب جناح ودي كانت حصلت كتير جدا في البطولة العربية وكان برضو اراء المتخصصين وقتها انه لقى اصل الراجل بيجرب اصله مش مختنع بمحمد شريف مهاجم اصل مش مختنع بفلان اكتشفنا ان اللعيبة مدافع بيلعب مركز تمانية او بيلعب دبل بيفوت بقى اين كان كان بيلعب ايمن اشرف اي وبنجيب الجناح اليمين اللي هو ازيزه بنلعب مركز تمانية فهنا احنا ما بيناش قادرين احنا حتى يعني مع احترامي طبعا لمستر كالوس كيروش انا بتكلم على الجزء الفني انا بتكلم عن شخصه هو احنا لما بني نفتح ماتشوات المنتخب ونقعد بقى نتفرج بالسلو مو كده لا احنا مش لقين حاجة لا لقين باترن ولا لقين اللعيبة بتتحرك صح ولا لقين خطط هجومية ولا دفعية احنا في توهان التوهان الاكبر بقى يعني على الاقل على الاقل اربعة ثلاثة ثلاثة بتبقى انت مش شايف اداء بس شايف حركة لعيبة مجرد ما المنتخب بيبدأ يعمل تغييرات حقيقي احنا بندخل في كيوس مش طبعية فوضى فوضى مش طبعية احنا بندور على اللعيبة بجد احنا بنلاقي والله مش بهزر يعني الكلام ده على فكرة احنا مش بنقوله عشان نقطع في الراجل هو الكلام ده موجود بالفيديوهات وبالصور بكل حاجة احنا مش بنقول مجرد رأي احنا بنقول الكلام ده الناس كلها شايف احنا الناس كلها شايف اللي مش متخصص شايفه بشكل عام والمتخصص بقى شايفه بالتفاظيل يعني أنا النهاردة بطلع مصدى محمد وبنزل احمد زيزو فأنا نفسي قاعد أدور طب هو بيلعب في انتيت تدور على الخريطة الحرية بتاعت زيزو تليه تليه يعني هو ايه فلسف يعني ممكن يبقى ليه فلسفة برضو وانت ممكن كمحل الأداء تبقى قاردة هو ايه حكاية فكرة انه مايبقاش راس حربة صريح يعني 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 دايما حتى لما تنزل زيزو مثلا فتتوقع انه رجل هيبقى فيه عرضيات يومين وشمان تلاقيه بيسحب مصطفى محمد او انه يحط محمد صلاح راس حربة ويرمي مصطفى محمد جناح يمين هل هو فلسفته او رؤيته ضد فكرة انه يبقى عندنا مثلا بيب جورديولا بيعمل ده يعني بيب جورديولا ما بيعتمدش في أوقات كثيرة جدا ان يكون فيه راس حربة صريح لكن ميكانيزم الفريق امكانيات اللعيبة بتسمح ليه بالاستحواز بالسيطرة بالضغط على الخصب وبالتالي يبقى فيه مصادر خطورة مختلفة لكن منتخب مصر ما بيعملش ده فهل هو ليه فلسفة فكرة عدم وجود راس حربة صريحة؟ نشرح القصة دي بشكل عام المدربين لما بتيجي تشتغل الطريقة العادية اللي الناس كلها عارفاها اسمها مثلا 4231 او 433 دي الطريقة اللي الناس كلها عارفاها جوه الطريقة دي الموديري الفنليين بيشتغلوا بحاجة مهمة جدا وهي فكرة ان انا انا وانا بيهاجم بكام وبأمن دفاعي بكام وانا بدافع بدافع بكام وبأمن هجومي بكام فمنتخب مصر يعني مثلا لو هنتكلم عن بيب مثلا هو الراجل بيشتغل من غير مهاجم او بيشتغل بمهاجم واهمي او بفولس ناين بس هو بيشتغل بتمانية لعيبة بتهاجم واتنين بيأمنوهم او سبعة بيهاجموا وثلاثة بيأمنوهم فبيبقى شكله من تحت فيه تلاتة وقفين وفوق فيه سبعة بيشتغلوا فهنا فيه فيه كوة هجومية زائد ان فيه خطط هجومية واضحة يعني فيه حركة معينة هيعملها الجناح مع المهاجم مع البلاي ميكر مع العيب يعني فيه حاجة بتحصل في الملعب فالحاجة دي بتقدم انتاجية فيه جمل يعني بالزبط فيه جمل هجومية منتخب مصر بيلعب لما دايما وده واضح للناس تقدر تشوفه في التلفزيون عادي منتخب مصر وهو بيهاجم بيهاجم بخمسة خلاص مش بنهاجم بأكتر من خمسة فانت بتحط خمسة بيأمنوا اتنين بيوزعوا اللعبة من تحته ثلاثة واقفين تحت بيبقى الفول باك مع الاثنين مدافعين وخمسة بيشتغل قدام طب انت ازاي هتشتغل بالخمسة دول وانت لا عندك خطط هجومية ولا عندك مهاجم صريح ولا عندك جمل متحفزة حتى يعني شفناش جملة بتكرر مرتين تحس ان الفرقة حفظاها او بتلعب عليها او بتحاول انها توصل عن طريقها ما شفناش لا اكتهادات الباترنزيمة مش موجودة يعني حتى مثلا حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون ميزة وعيب عند مستر بيتسو موسيماني مثلا في النادي الاهلي ان احنا بنعمل قراط بالعرض كتير اوقات بتكون سلبية واوقات بتكون ايجابية في الاستحواز ليجي بقى ان روح للمنتخب لا احنا طول الوقت بنمرر في الاماكن اللي اصلا مش هتفيد المنتخب بحاجة يعني هنلاقي طول الوقت المعدل لتمرات الاكبر ورجل بتاع ناجيريا بيقولك منتخب مصر ملوش لطريقة واحدة ومعتمد بشكل اساسي على محمد صلاح ده تصريحه بعد المشكلة المشكلة الترندي ده للأسف وحش يعني الترندي ده مستر كوبر عمله بس مستر كوبر كان ليه حاجة يعني انت ماسك باترن بغض نظر بقى انت مش بتحب بتفق او مختلف انت مش عايز المنتخب يدافع عايز المنتخب يهاجم عايز تلعب كورة زي كابتن حسن شيحدة كان بلعبها أهلي سنعب كورة زي الاسم يوني يعني أين كان2019 أنت ايها فكرة الأن ما ضم Bea يا شريف يعني أنا بقولك حلعب الكرة دي طول الوقت لكن لما بتلعب مع ناجيريا ما تلعبش الجيم ده لما بتلعب مع غينيا بيساو ما تلعبش الجيم ده يعني فاهم قصدي يعني طبيعا لما بلعب مع غينيا بيساو وعلى السودان انا اعجب المنتخب يهاجم طول الوقت ويمسك كرة طول الوقت ويستحوص طول الوقت ويشكل خطورة طول الوقت الجيام بتاعنا الجيريا المفروض يكون 50-50 والجيام بتاع ناجيريا يبقى 50-50 60-40 لكن ما يبقاش 95 يعني أو 99 انا طريبا ما روحناش للجون انا ما روحناش للمطشة اساسي انا ما روحناش للمطشة اساسي انا رحناك كاميرا متأخذ فهو يعني احنا نتمنى تاني نفس اللي احنا قلناه من شهرين تلاتة نتمنى تاني ان الراجل يشتغل على نفسه مش عيب ان انا كن اشتغلت مش عيب كمدرب ان انا كن اشتغلت بأفكار والأفكار دي ما نجحتش فأوقف وأقول لا الأفكار دي مش نجحة مع مجموعة اللعبة دي او مع الجودة دي فياخد ستيباج واقول لا انا هشتغل بشاجة تانية مختلفة عشان تنجحني وتنجح المجموعة لان في الاخر نجاح الراجل من نجحنا ونجحنا من نجاحه فلازم يكون مدرك ان العند مش اوصل لحاجة مش عارفين موضوع العند ده ايه يعني هو احنا هو الى حد ما اتخلى عن جزء من عناده في ماتش ماتش بنيا بسوق هل يستمر في ده وده اللي بنتمنى طبعا هل يتطور اداء منتخب مصر وخصوصا ان المباراة الجاية ما بتقبلش اسم على اثنين وقدامك منافس ما عندوش فرصة غير انه يكسبك وبالتالي ومنافس بالمناسبة السودان اللي شفناها في البطولة العربية مش هاي السودان اللي شفناها في بطولة افريقيا واللي شف ماتش السودان ونيجيريا مدرك لده تماما هل ده معناه انه ماتش صعب لا انا شايفه برضو ماتش سهل لو ظهرنا بحالتنا هتكلم على ماتش السودان وهتكلم على المنطقي واللا منطقي في نسخة امم افريقيا الكاميرون مع شريف بس بعد مروح الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة تابعونا بعد الفاصل تابعونا بعد الفاصل